اصلاف الازدواج للبلبل اللهيب العالمي وضع الشفاءات الهجومية للبلبل الكاسب خلينا نشوف الحفوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مونسر بالبلاد واليوم حلعة منزال بين بلبل اللهيب العالمي مازدوج ضد بلبل تنية العواصف الهجومي هجومي طبعا فيه للمط يد وعزيل الدواج كمان فخلينا نشوف اليوم من هو الروبل الاقوى ويلا نبدأ بلبل في العالم ضد البلبل مزدوج الاسطور داخل حلبة خلينا نشوف بلومانو كيف طبعا ما رفع عنها خاصية شفرات طبعا كيش نزال حفاع خاصية شفرات لبلبل اثنين العواصف ونغير انماط بلبل اللهيب العالمي في تابع مطر النهاية نريد تكسر من الجولة بعدها من الجولة هذي هنبدأ ننفع خاصية الشفرات لبلبل من العواصف يشفي حمس ثلاث ناصر ثلاث ناصر ثلاث ناصر ثلاث ناصر ثلاث ناصر آه يشعر حلوة تنكفل الغولة والدبل شاسي على اللهيب ثلاث ناصر ثلاث ناصر عندما تلقى ضربات لا يتأثر هذا النظام يكون للدفاعيين يعني انت بول بالدفاعي عندما تلقى ضربات لا يتأثر اما لو انت تفعل وضعية الهجوم تبغى تأثر مع تخصص فلجب أن تجعل الدبل تاسي ثابت نرى كيف ومن جيد الحبك هذه السرعة بيحمان قدر فعولها نحن نعبد الظروب لماذا يجعل هذا هذا؟ نسص تلقى اخذوا لديه جيدا لديه جيدا ثقيل سأخذ واحده واحده بجانزة الهجومية و الثاني يقفل نحن نبحث عن ما يحدث لماذا يتحق لديه جانزة لديه اخر المتصف الحرب كالعادة وحيخ سرطوك اخليه جومي دا حين لاحق طبعا جودة بعد احنا نغير نمط اللهيب للنمط اليساري ونلعب كم جودة وعشان ننهي المطر والمشروف من الحفوظ اخليك اخليه كما ندع بقدامه اخليك اسمي مطر اخليك اخليك كم جيدة اخليك كم مشروع اخليك يجب بمكطع 1000 لايك اخليك اخليك مطر اخليك تلاحص الهيب الوصفاد السرطوية فريسا في النصفة الاول في المقطعٍ لاحاز بالج foram πουحى عمل ماليف 4-3 انظر هنا حين ان نقل ماليف هل نبي الزفان ثابت انظر ابنكون الشجر فيه أشياء كثيرة شوف Law-h World وووو الصاة شوف كيف رأسي قلاز يبضي ما يص год أن أيها العواصف عصب ويب我是 revd التقني أعلنا الشرافات الهجومية أفضع آثة Off bord questa هي طائلة نحن نحن ندفاعي تعرف كيف تستغلل بدأ دفاعي قف الشرات انتقل المهجوم لكي نبدأ هاده مرفوز وصراحة بلبل وصول داخل حلبك تحسوا عنده ذكاء بلاستيكي اصطناعي تخيره يخسر النهاية اي بلبل يمين تصني بلبل يساري حسب القوة اي بلبل يمين نحن نعب اخر جولة لا الهي بلساري امضر من الوضع اكتشفت حاجة في تنين العواصف لو تبتفوز عليه انت تبدأ بالهجوم مجنون في البداية فعشان تفوز عليه لان تكون عنده ضربات مباقوية ولان تكون على الاقل في اول خمسة ترانة ما ينزال تكون جدا سريح والسرعة تستغل لها المصلحة تدد تنين العواصف ضربه لان الصراحة ادرافه موضع يقدر هنا يوقف عن هاد الاشياء مثل تنين او تنين العاصف تنين العاصفة القاعدة حقته جدا قويه في الحواف لان تكون سهولة هذا كل ما عندنا لسنا ملاب سرعة بالشير وتركوا شاركوا في النزال اليوم اتمنى ان اعجبكم فتبعوا في الكومنتار شاركوا في هذا النزال السطورة السراحة كان جدا حمال الشباب ولكن ما كان في الو بيرس السيء اللي صراح سلبي في بيبط البيبس فوصول للختام سلام قاعدة حمال الاشياء يبنش اصلاقها اصلا اي اصلاق او اوكي اوكي نحن لعب ننزال أسطوري حماسي تشوفوا الاتحين اهي جودة واحدة بس اللي حب مرر الاثنين العاصف هاشوفوا باودي جودة يلا فضع اللهيب على الشجاع لا.. ي excusر عليها الصعiiii صنعها الرسالة لأنه لن smit لحين بس في هذه الجودة اللي هي في قارنة وقتها بس في هذه الجودة والله فاضل اني نعواصف كفو فاصل للختام سلام شكرا شكرا شكرا